ايه رأيكم نبص على الفرن بعد مغسل ايدي لانه حطينا البوف بيسلي وبتاخدش وقت كتير تعالوا نبص وصلة لفين شكلها حلو قوي بس اللو ورقة لزيت نبص عليها نقلبها النحية الثانية برضو مهما كان الفرن في مروحة حلوة انه ساعات يعني انلف الصينية عشان ياخدوا التحمير النهاردة حبيت كده احط لهم افكال على الوش يبقى فن حطينا روز ماري حطينا زعتر حبة البركة سمسم وده ساعات ممكن نعمل كده ككودينج يعني ايه نعرف انه الصنف ده احنا حطينه سمسم الصنف ده حطينه حبة البركة كنوع من انه نعرف الحاجة وهي مقفولة لما يبقى شكلها واحد طيب تيجوا نقدم الكيكة الحدقة اهي عملتها بالاوالب اللي هي الورق اين هي اهي دي اوالب الورق الكاب كيك العادية اوكي اهي خبزناها دي حلوة تجو يعني ما تيجوا تاكلوها تفتحوا الورقة بكل بساطة كده بتشيلوها من عليها ودي لذيذة برضو انه للولاد ونوع الورق ده لذيذة على فكرة لانه بتفتح بصوك ازاي زي الوردة شايفين الاعشاب اللي فيها ولونها الدهب الرائع اهو ترارارا تعالوا نحط دي هنا ونطلع اللي عاملينهم بالسيليكون اهو ده دول معمولين بقالب سيليكون بحب السيليكون اكتر لانه بديني كده سهولة اني اطلعهم من القالب وصفة سهلة جدا هنعملها في اقل من دقيقتين يعني مش عايزة ولا عجان ولا حاجة تعالوا نحطوهم قدامنا قلتلكم شكلهم كأنهم من احلى كاف شبه وبيفضلوا على فكرة بصوا قد ايه مويس تعالوا بصوك رايز زي بسبب الزبادي افتح واحدة برضو هاتون افتح واحدة بصوا دي الكوبكيك الحادق بالجبنة والاعشاب شايفين الروزماري والزعتر يجنن هدقها حالا بس خليونا نروسوا دول على البورد ونبتدي نحضر الوصفة السريعة دي يتحطوا في علبة في التلاجة لانه جو للسحر لحد ما او بالفريزر على فكرة تطلع من الفريزر بس على طول بعد ما تطلع من الفرن تبرد على الفريزر حاندوق دي حالا عايزة شاية جماعة الحاجات دي الفرايتي او الافكار اللي ممكن نعملها من العجينة دي كتيرة الخلطة هقولكم وإحنا بنعملها الروزماري يا جماعة مع اللي جبنا شيء خطير شيء عالمي تعالوا نحضرها كنترول بقولي معانا 5 دقايق بقل من كده بكتير هتكون خالصت كوباية زيت الوصفة تحت الفيديو على يوتيوب عايزة اقولكم كمان سر انه انا ممكن اعملها بزيت الزتون بما انها من الحاجات يعني اللي هي جبنا وزعتر والفرايتي الشامي ده ممكن زيت الزتون مفيد كوباية زيت كوباية ونصف زبادي وده اللي مديها لهشاشة ممكن تحطه زبادي يوناني او زبادي عادي او لايت زي ما انتوا عايزين هنحط معاهم 3 بيضات اذا انا ابتديت بالسوائل ثاني كوباية زيت كوباية ونصف زبادي و3 بيضات هنديهم نقطة ملح ونقطة خل نحب دايما لما نضيف البيض بدل بالحاجات الحدقة بدل من ضيف الفانيلا من ضيف شوية خل منه بيفعل البيكينج سودا او البيكينج باودر كربونات سودا او البيكينج باودر اينا الملح ومنه بنفس الوقت بيعقم البيض هنحط رشة ملح ونخلط الخليط ده تلكم مش محتاجين عجان ولا اي حاجة مش عايزة تتدرب عشان تنفخ كتير خالص مجرد نقلب الخليط ده هناخد عليه هنا كوباية و3 اربع دقيق ننخلهم ومنضيفهم ومعلقتين صغيرين بيكينج باودر مقلب دقيق كويس ساعات ببقى الزبادي في شوية مية زيادة لو لقيتوها خفيفة هحكم دلوقتي لو لقيتوها خفيفة بس ما بعدم اضيفوا كل حاجة يعني لانه برضو الجبن هتاخد حيز من الخليط ممكن تزودوا معلقة دقيق واحدة واحدة طيب هنحط جبنة شادر اهو كوباية تقريبا كوباية جبنة شادر ممكن تعملوها بالبسترمة والجبنة بالزاتون والفلفل الرومي والجبنة ممكن تعملوها بالسلامي المتقطع والزعتر ممكن جبنة وزعتر الشامي اللي انتو عايزينه دي خليط الكيك الحدقة والتوپنز بتاعتكم انتو برضو كوباية جبنة متزرلة وانا هعملكم اللي انا لسه عاملها حطيت زعتر اهو عندنا زعتر الاخضر ده وعندنا الروزماري لو ما فيش عندنا اوريجانو اللي هو ناشف عندنا الحاجات المجففة كلها هحط الزعتر وحط الروزماري ونقلب خلص احنا نحتاجين للمعلقة الخشب والنهاردة هعملها لكم برضو بطريقة لزيزة ممكن تعملوها بالقالب مش لازم تعملوها كوب كيكس لو حابين تعالوا نقلبها شايفين ما استعجلتش وضفت دقيق لانه هي الجبن اهي خدت جزء من حيز الكيكة دي هناخد ايه هنرش القالب او نحط ورقة زبدة زي ما انتو عايزين عشان ما تلزقش نظف بس هنا ويلا نحط الخليط ده واللي هيفيد منه ممكن نحطه في الكوب كيك هحط شوية جبنة على الوش هي اللي بتديله اللون الحلو ده كيف هي الكمية دي نديلها مساحة انها ترتفع لانه في بيكينج فاودر وناخد شوية من الجبنة نحطها على الوش ودي بتطلع زي رغيف العيش عارفين التوست بتطلع زيه هنا هناخد شوية برضو روزماري هتوقع بحب اطعم الوش تعالوا نحطهم كده كل واحدة بتطلع معانا شكل وإلى الفرن تعالوا نطلع البوف بيستري وندخل ديه لو البوف بيستري بقى جاهز البوف بيستري على وشك ياخد لون فهنحط ديه تحت هنا لانه نفس درجة الحرارة فاصل كنترول حان الوقت يلا نطلع فاصل كده احنا عملنا طلع فاصل وانا بعذبه مدام فيه وقت عملنا احلى كب كيك حادق عملنا سينيمان رول حادق حنلجع بعد الفاصل نعمل كمان افكار للانس بوكس موسيقى 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 موسيقى